في ظل حظر التجوال الشامل الذي تشهده المحافظة بسبب جائحة الكورونا بدأت الحياة تضيق على العوائل الفقيرة وذات الدخل المحدود بعد أن توقفت الأعمال وتعطلت حركة السوق نحن صحباً عوالي الحكومة لا قدمتنا فشي فوق الأربعين يوم قاعدين وإيجارات ولا قدمتنا كل شي الحكومة قالوا منحة وقدموا وازدحام ولا أكو منحة ولا أكو كرشي الأسر التي تعاني ظنك العيش تستغيث بالجهات الحكومية فمنحة الطوارئ التي خصصتها اللجنة العليا للصحة والسلامة غير كافية وهناك كثير من العوائل لم تتسلمها بعد سعرضوا بالمنحة وبالإعلام وبالتلفزيون وبالقنوات الرسمية للأسف ولكن الحمد لله والشكر حد الآن لاك منحة ولا عراقي واحد السلام ولا فكروا بالناس الجوعانة وخاصة في الوباء الكوروني من أجل معرفة الأسباب وراء تأخر المنحة حاولنا الحصول من الحكومة المحلية ومؤسساتها على رد لكن حكومة كربلاء رفضت الأجوبة عن أسئلتنا حالة من الإرباك تشهدها كربلاء والأهل يخشون مجاعة كبرى ولا سيما العوائل التي لا تملك قوت يومها الأمر الذي يتطلب خطة حكومية لإنقاذ سكان المحافظة من كارثة مقبلة من كربلاء وليدا الصالحي يو تي في